بالله الرحمن الرحيم في هذه الحصة سأعطيكم طريقة ستساعدكم على اكتشاف الأخطاء التي ترتفعونها في عملية الضرب لذلك سأقسم هذه الورقة إلى نصفين هنا سأقوم بعملية صحيحة وهنا سأقوم بعملية خاطئة وراء كلمة بعض المثال 604 concern 50 check number 4 15 4 x 7 28 5 x 24 20 35 5 x 7 35 orem ثم بعمل الجمع. ستة واحد عشرة احتفاظ واحد. اذا تمانية ثم ثلاثة. اذا هذه عملية صحيحة. ثم قمنا مثلا اربعمائة واربعة وتلاثون مثلا في خمسة وعشرون. خمسة في اربعة عشرون اثنان. خمسة ثم 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 ث ثم 8 زائد 2 عشر. هنا سأقوم باستعمال الميزان. الميزان أولا. هذا هو صفور دين كروا. ما تعني كذلك صفور دين كروا. أحسب مجموع أرقام هذا العدد. 7 زائد 4 تساوي 11. 1 زائد 1 يساوي 2. أكتبها هنا. فوق. هذه. 4 زائد 5 تساوي 9. وتسعة تعتبر كصفر. تسعة بحالها بحال صفر. إذن هذا نكتب تسعة. إذن 9 في 2. 18. 8 زائد 1 تسعة. مزيد. هنا 6 زائد 1 كم؟ 7. 8. 9. 10. زائد 8. 18. وتمانية زائد 1 تساوي 9. إذن تلاحظون أن هذا العدد تسعة. الجهة اليمنى يساوي العدد في الجهة اليسرى. إذن فالعملية صحيحة. هنا نفس الطريقة. 4 زائد 3. 7. زائد 4. 11. 11. 1 زائد 1 تساوي 2. لأن 11. 1 زائد 1. 5 زائد 2. 7. أكتبها هنا. أضرب 7 في 2 تساوي 14. 4 زائد 1 تساوي 5. هنا لدي 5 زائد 7. 12 زائد 1 تساوي 13. إذن 3 زائد 1 تساوي 4. تلاحظون أن 5 تختلف عن 4. إذن هناك خطأ. هناك خطأ. إذن هذا هو الذي تسمى الميزان. إذن إذا وجدت هذا العدد الموجود على اليمين في هذا العدد. إذن هناك خطأ في العملية يجب إعادتها. إذن نعيد صحيح الخطأ. أصلنا إلى 6 زائد 8. 15. إذن نحتفظ ستة زائد 1. 7 زائد 1. 8. نقوم الآن بالنفس الميزان. إذن هنا. 36 زائد 8. 13. 36 زائد 1. 14. 36 زائد 1. 5. تلاحظون أن الآن. خمسة تساوي خمسة اذا فهي صحيحة. المرة الاولى اكتشفنا بانها خطأ ثم صححناها الان خمسة خمسة اذا فهي صحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.